ما الذي يتميز به الإنسان العربي عن بقية شعوب الأرض عقلا وفكرا وروحا وتجربة هذا السؤال أرى بأنه سؤال مهم يجب علينا أن نتمعن فيه ونعرف من خلاله بماذا نحن مختلفون عن غيرنا من أمم الأرض وهل نحن أمة متماسكة فعلا ولديها ثقافة وروح مشتركة هذا السؤال أعتبر سؤال أساسي من خلاله راح أبدي بمشروع أعتبره مهم جدا أقرأ من خلاله الواقع التاريخ العربي وتناول فيه التراث العربي الإسلامي بشكل أبيستيمولوجي هذا صحة التسمية فضلا عن مناهج أخرى كثيرة في هذه القراءة سأتناول أبرز الأفكار التي طرحت خلاله القرن الماضي أو المئة عام التي مضت علينا من قبل كبار المفكرين العرب سأتناولها بالقراءة والبحث والتحليل وأحاول من خلالها من بعد قراءتها واتطلع عليها أن أقدم قراءتي الخاصة المتواضعة ورأيي فيها وأيضا أحاول أن أقدم إضافة بشكل أو بآخر لهذا الموضوع طموحي كبير في هذا المجال ومن حق الجميع أن يكون لهم طموح من هذا النوع وأعتقد بأن هذا المشروع هو مشروع أساسي يجب أن يكون مشروعا شاغلا لأغلب المفكرين والمثقفين العرب السؤال الأساسي هو ما الذي يجعلنا مختلفون عن غيرنا ما الذي يجعلنا عصيون على التحاق بركب الحضارة والتقدم بماذا نتميز عن غيرنا وهل لدينا فعلا عقل خاص بنا أم أننا جنس مختلف عن بقية البشر السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته حاليا أو منذ فترة قريبة كنت مجغولا باطلاء على مؤظم ما كتب عن موضوع العقل والفكر العربي كنت تساءل دائما لماذا نحن لا نمتلك فلاسفة ولا مفكرا كبار وعندما نطلع على تاريخ الفلسفة بأكملها لا نجد أسما عربيا مهما أو أسما يقال له الفيلسوف والمفكر الفلاني لا حضورا لنا لا في تاريخ العلم ولا في تاريخ الفلسفة إلا بشكل هامش جدا ومحدود وانتهى تأثيره في الوقت نفسه نحن نرى تأثير فلاسفة الكبار من أرسطو وأفلاطون وحتى هرقليطس لحتى يومنا هذا فما هو السر في هذا الأمر هل هناك قصور عقلي أو بشري أو جيني خاص بنا جعلنا نختلف عن غيرنا من البشر وأيضا هو هذا السؤال لا يخص العرب فقط أو ما يسمى عرب في هذه المنطقة الشرق الأوسط أو الشرق الأدنى وضمنها شمال أفريقيا لماذا نحن لا نقدم فلاسفة يشاهمونه في الفكر الإنساني بشكل عام هذا الأمر كما قلت يعني ربما يعني يشمل بقية الأمم والشعوب من الهيند والصين لكن عندما نراقب ما فعله أو نراجع ما فعله الصينيون الهنود فنجد أن لديهم فلسفة حقيقية لكنها لم تصل لنا بطريقة المناسبة لكن أيضا هي فيها تمييز واختلاف جوهري كثير كبير عن الفلسفة الغربية والتي نحن في كل الأحوال نحن محسوبون عليها كأمم ومن واقعنا تحت تأثيرها ليس من الآن إنما منذ أيام حروب الإسكندر في القرن الثالث قبل الميلاد وحتى يومنا هذا يعني شيئنا ما بينه كل ما نحن فيه واقع تحت تأثير العقل الغربي أو العقل اليوناني بدرجة كبيرة إلى حد أن البعض أتبر العقل اليوناني هو عقل شرقي وتابع يعني هو وسيط بين العقل شعوب الشرق الأدنى والعقل الغربي الحديث بمنجزاته الفكرية والمعرفية كافة عموما ما وجدته حاليا بقراءة السريعة وطلعي تمهيدا لعادة قراءة معظم الفكرين الأساسين العرب من منعتهم حنفي جابري أركون وغيرهم هؤلاء حاول قراءتهم بشكل دقيق ومنهجي وأقدم قراءتي لهم وأيضا اعتراضاتي ونقدي لعملهم المهم المبدأ الأساس أو الشيء الأساسي الذي وجدته اعتبره هو مفتاح مفتاح أساسي لكل تفكير قادم أو لكل من يريد أن يفكر ويكتشف أبعاد الأبعاد التي يتحرك ضمنها الذهن والفكر العربي أو حتى الرجل الدين المسلم العربي وجدت بأن العقل عربي وطبعا هذا العقل نفسه الذي اعتبره الجابري عابد الجابري هو ثالث ثلاثة مع اضافة للعقل اليوناني والعقل الغربي قال بأن العقل العربي هو عقل فقهي قدم للعالم مساهمته للعالم وللتاريخ حضارة فقهية وقال تفصيلا بأن هناك ثلاثة حضارات قامت على العقل هي الأولى هي الغربية وهي حضارة علمية أو اعتمدت العلم وتميزت به بشكل أساسي وأيضا الحضارة اليونانية والتي قامت على الفلسفة بشكل أساسي فضلا عن العربية وهي التي قامت تعديدا بتسميته هو العربية تحديدا قامت على الفقه وأن هذا الفقه هو أمر لم يسبق أحد العرب فيه وأنها ميزة خاصة بهم وحدهم وبغض النظر عن تساؤلي هل يمكن أن تقوم حضارة على الفقه فقط فسأجل الحديث في هذا الموضوع وأعود إلى الموضوع الرئيسي وهو موضوع العقل العربي تحديدا انصحت التسمية وأقول بأن العقل العربي يختلف عن عقل نظيره اليوناني لماذا؟ لأن أساس العقل اليوناني ينطلق من المعرفة ثم يمتد إلى الأخلاق على عكس العقل أو الصح الدماغ العربي واعتبر هاي تسمية الأدق هذا العقل يأكل العالم على أساس السلوك وعندما نراجع كلمة عقل في اللغة العربية وفي قواميس اللغة العربية نعرف بأنها تتعلق بعقل الناقة أي بربط الناقة وجعلها تتسلك سلوكا حسنا وأعتبر بأن كلمة العقل لا تنطبق مع نظيرها اللاتيني أو الإنجليزي على الأقل فنجد ماذا نجد؟ نجد الأساس الذي أو الرؤية أو النظرة الأساسية التي يختلف بها عقل الإنسان العربي والمسلم أيضا عن الإنسان أو الغربي أو الواقع تحت أفق الفكر الغربي اليوناني أو الغربي الحديث والمعاصر فبينما يؤسس الفكر اليوناني الأخلاق على المعرفة يعمل الدماغ العربي بطريقة معكوسة فيعكس أسس المعرفة فيرفع أسس المعرفة من على أسس الأخلاق أي أنه يضع الأسس الأخلاقية والتحديد الأخلاق الدينية وثم بعد ذلك يستنبط منها أو يسقط عليها كل المعارف الأخرى التي ينالها الإنسان ما معنى هذا؟ معناه أننا نميز المعرفة أخلاقيا أي أننا نمارس عنصرية معرفية إن صحة تسمية هذه الأنصرية المعرفية هي عنصرية أخلاقية بالدرجة الأولى والسبب واضح لأنه الأسس التي تقوم عليها كل قيمنا وعرافنا وطريقتنا وأسلوبنا في نظر الحياة والعالم والنفس على أسس أخلاقية ودينية إسلامية تحديدا من هنا ماذا يحصل؟ يحصل أن تصبح المعرفة بحد ذاتها مادة للامتحان والاختبار بغض النظر عن مصداقيتها بغض النظر عن أن هذه المعرفة هي حقيقية أو كاذبة بغض النظر عن أي شيء بغض النظر عن فوائد هذه المعرفة تصبح مادة للامتحان والاختبار وإلا فسيتم رفضها واعتبارها زندقة أو كفر أو إلحاد أو خروج أو إنحلال أخلاقي وهذه الكلمات ليست من جيبي إنما تلاحظون أي هجوم من قبل المتدينين العاديين أو الكبار أو الصغار يرددون هذا الكلام دائما يختبرون المعرفة ويضعوها في معيار أخلاقي وهذه المعارف دائما مع المفهوم الإنسان مثلا لا يضعونه ضمن خانة الاختبار الاخلاقي والديني ولا فلا حقوق له ولا عقل حتى متاح له أن يمارس فئله العقلاني الفكري الحر بالتعامل مع كل شيء آخر لا بد أن يكون منساقا ضمن أطر أخلاقية دينية فقهية بالتعبير بالمعنى الذي يقصده الجابري كما أقول تصبح المعرفة مادة للامتحان والاختبار أخلاقيا أو دينيا أو أقاديا فماذا نفعل نجعلها مادة للمضطرين للتعامل معها لا بد أن تتعامل معها فنجعلها مادة للتسخير فقط بالتعبير القرآني طبعا وليس مادة للتأسيس والتركيب والتطوير أي أنها حالها حال أي شيء آخر في نظر المؤمنين أنها فئ أفاءه الله علينا أو الغيب علينا مثل غيرها مثل غيره أنه رزق ولنا يعني لنا وحدنا أن نتقبله أو نكفره بمعنى الآخر هو الغيب الذي يتقبله أو يكفره نعود إلى النص الغيبي هو الذي يحدد لنا هل أن هذا شيء مقبول أو مرفول هذا يفسر لنا الكثير جدا عندما نطبق هذه القاعدة وعلى أي موضوع نختاره اللي راح نجد بأننا نتعامل وفق هذا النموذج أو القالب الذهني الجاهز يفسر لنا مثلا حتى لا أضرب حتى لا يكون كلامي نظري فقط يفسر لنا لماذا نتعامل مع النظرية مثل نظرية التطور التي أصبحت مسألة لا تقبل الشك على الإطلاق بغض النظر عن الأكاذيبة التي تقال وهي جزء من هذا المنظور أيضا لكن ليس هذا بحث الآن هذه النظرية نتعامل معها على أساس أخلاقي ديني ماذا نفعل؟ لا نفكر بها نتعامل معها على أساس المعرفي وبعد ذلك نمتحنها معرفيا ونختبر هذه المعرفة الحقيقية التي أصبحت واقعا ملموسا وحقيقة راسخة بمئات الآلاف من الأدلة والبراهين نقول لا هذا نضعها على مصطرة السلوك والأخلاق والفقه والعقيدة الخاصة بنا وهي كلها قائمة على قيم أخلاقية غيبية هذا نجد أنها لا تتطابق بالتالي نحن نبادر فورا لرفضها أما هذا هو سبب الذي يجعلنا دائما مختلفون عن العالم دائما لدينا مشكلة مع العالم لدينا لحظات توتر لا نهائية وليس لحظة واحدة هناك قطيعة معرفية قطيعة دهنية قطيعة إنسانية قطيعة بشرية قطيعة عقلية قطاء على مختلف أشكالها بيننا وبين الآخرين لدينا هذا الحاجز الكبير بيننا وبينهم لأن ماذا لأننا نفكر بالمقلوب أو نتعامل مع كل شيء بالمقلوب وليس بالطريقة الطبيعية الغريزية حتى هذا يولد دائما لدينا حرج وهذا يقودنا إلى عشرات الرجود الأفعال الغريبة التي نعاني منها جميعا ينتشر فيما بيننا النفاق الكذب الدجل الفساد هذا هو أس البشاكل بأكملها مثلا كأرجو على مثال نظرية الطور هي ثابتة وموضوع لا يقبل النقاش أيضا كروية الأرض يعني دورانها حول الشمس ما زالت مسألة غير محسوبة دينية بنمناسبة لماذا لأنها تتعارض مع الأساس الإخلاقي هذا يجعلنا نشعر بالحرج حرج الشديد لماذا من شدة وهج هذه المعرفة هذه المعرفة الوهج المشع الذي يجعلنا نضطر لمراجعة الأساس الإخلاقية لكننا نخشى التقرب إليها لأننا نعتبرها مقدسة ولا يجوز الوصول إليها طبعا هي الأغلبية المطلقة من عندنا لا تفكر ولا تعي وجود هذه الأساس الإخلاقية أصلا إنما هي موجودة كقالب ذهني تتحرك من خلاله وتفكر وترى وتعمل ولا تدرك حجم المشكلة التي هي عليها أشبه بالشخص أو شعب بأكمله أو مجامع بشرية كاملة عبر التاريخ منذ 1500 عام تقريبا أو 2000 بشكل أوسع بمنظور أوسع هذه الشعوب ترتدي نظارة ترى بها العالم بهذه الطريقة ولا تفكر ولا تشعر بوجود هذا الإطار الذهني الذي أبتليت به أو وضع على عينها منذ لحظة الولادة حتى الموت ولا يعرفون الحقيقة ولا يرون المعرفة الحقيقية التي يمكن لهم أن ينطنقون من خلالها ويفهمون بها كل شيء ويعيدون تسلسل يعني يعيدين يقدمون ويأخرون النتائج لكي يرون العالم بطريقة قائمة صحيحة وليس بالطريقة المقلوبة التي نعاني منها حاليا ومثال نظرية التطور هو خير مثال عندي حلقة نتناولت بها موضوع نظرية التطور والإشكال الكبير الذي جرح كرامتنا المعرفية انصحة التسمية وهذا الإشكال جعلنا نرتبك وأنه يظهر رجال دين معاصرين يدعون الحداثة ومراجعة الأصول هؤلاء مثل عدنان إبراهيم يتحدث نشر تقريبا سنتين ثلاثة وينشر حلقات طويلة عن نظرية التطور ويحاول بالنهاية أن يحافظ على هذه الأسس الأخلاقية الدينية التي نشأ وتربى وربي عليها ولكن دون جدوى هو يحاول أن يتقبلها لكن لا يريد أن يتقبلها باعتبارها أساس معرفي إنما يريد أن يقولب أن يضعها على قالب النص الأخلاقي الذي هو يعتمده مرجعا أساسيا ووحيدا والذي يشعر بغيابه بأنه في الهاوية وهذا شعور حقيقي وأنا أقدر هذه المسألة لديهم جميعا خاصة حتى القنيبي نفس المشكلة ورغم أنه يضع إشارة الدكتور والعبري والبروفيسور ومع ذلك في الصيدلة ولو هي مسألة مش فكرية وعميقة لكن هي مسألة ميكانيكية بسرعة يعني على كل حال لكن هو لا يتحمل هذه الفكرة يرفض العلم لماذا؟ لأنه العلم ينطلق من أساس معرفي ولا ينطلق من أساس أخلاقي ديني غيبي لا يقوم على الأرض يقوم على غيمة عائمة في بحار اللغة الوهمية الرمزية العلاماتية بالتالي كان العقل اليوناني هو العقل الذي أحرج شعوبنا عندما نشره الإسكندر المقدوني وحاول أن يحول المعرفة أو الشعوب العالم القديمة إلى شعب واحد يمتلكون ثقافة واحدة متنوعة وهذا كان أحد أحدث الهجزة الكبيرة بين شعوبنا في قرن الثالث قبل الميلاد وحتى ذكر الإسكندر المقدوني قام حفلات زواج بين آلاف المقاتلين اليونانيين وآلاف من نساء الشعوب التي غزاها وخاصة في شمال العراق أعتقد قام احتفال بهذا النوع احتفال عرص جماعي وأيضا في فارس في ذلك الزمان وكانت الفكرة أنه هناك جنس بشري واحد ولديه عقل واحد والعقل اليوناني لم نجد لدى اليونان حديث خاص أنه هناك عقل يوناني لا هو يتحدث أن العقل هو عامل مشترك بين البشر جميعا وقدم رؤية كونية للعقل الإنساني بشكل عام وهذا الذي جعل العقل اليوناني تأثيره متواصلا حتى يومنا هذا وعليه فنحن ماذا فعلنا حتى يومنا هذا منذ ذلك اللحظة حتى يومنا هذا لم نفعل الشيء الصحيح وهو أن نجعل الضوء المعرفة هو الذي يفرز ويقيم وينتقي موضوعات السلوك والأخلاق والعلوم المختلفة بدلا من هذا رحنا ننتقي موضوعات المعرفة اليونان فعلوا هذا فكان العقل اليوناني يكتشف العلاقات بين ظواهر الطبيعة بينما نحن في العالم العربي الإسلامي أو الشرقي عموما تقلصت مهمة العقل بأن يكون مجرد أن يحول الإنسان إلى إنسان عاقل أي مؤدب والمؤدب هو أي المروض بمعنى الصحيح الترويض الديني أنه نحن مجرد حضائر هذه الحضيرة يتربى فيها الإنسان كما يتربى القطيع من القطيع الأغنام أو قطيع الجياد أو القطيع الماشية وكلمة يتربى هي من الرب أن هناك رب يربينا وهذا الرب هو الذي يكون مسؤولا علينا هذا هو الآن قدمت مفردات الأسس الأخلاقية الدينية التي تقوم عليها شخصياتنا ودواتنا التي هي بلا ذا يعني دواتنا المفرغة من الذات الحقيقية إنما نحن مجرد أفراد ضمن قطيع هذه الصورة أو هذا الأساس الخلاقي يجعلنا أفراد ضمن قطيع والفرد هو ليس بالضرورة الشخص الشخص مسألة مختلفة تماما كما قلت أصبح العقل اليوناني والعقل الغربي يكتشف بينما نحن عربيا وإسلاميا لحنا نقلص قدر المستطاع مهمة العقل بل جعلناه مطية وحمارا أتركه بالباب عندما ندخل باب المسجد كما يقول أحد رجال الدين المصريين مطلوب فقط أن يكون الإنسان عاقلا يجيد السماع والفهم ويجيد تطبيق الأوامر والتعاليم الدينية الأخلاقية وأن يفعل ما هو حسن وأن يتجنب ما هو قبيح على صعيد السلوك وكل ما عاد هذا سيتهم بأنه بلا عقل بالعكس تماما من يفكر بطريقة خاصة ويقدم أفكار جديدة يتهمونه بجنون وأنه فاقدا لعقله زنديقا ملحدا كافرا يحاول أن يحرف عقائد الناس وأفكار ودينهم وقيمهم وأخلاقهم تأسيس العقل بالتالي على الأخلاق الدينية ماذا أدى؟ أدى إلى جعل المؤمن أو المسلم أو الإنسان الشرقي عموما هذا يشمل المسلم وغير المسلم جعل هذا المؤمن الشرقي مقادا بنهج ومنهج معياري وأيضا نظرة معيارية إلى الأشياء لأن العملية سهلة صارت فقط أي موضوع يواجهك في الحياة ابحث فقط عن مكان لوضع هذه الأشياء في منظومة القيم المؤتمدة كما أرجع للتفكير عملي التفكير ليس تفكير العميق أنه بحث عن جواب لكل شيء أنه مثل أنا أريد أن أتزوج ماذا أفعل؟ يجب أن تفعل كذا عندما تجد شخص يلتقي مع أمرأة بطريقة غير الطريقة المؤتدة هذا أمر مرفوض لا تفكير هناك أشياء كل شيء إلى مكانه الخاص داخل هذه مظلومة القيم الأخلاقية أو أسس التفكير وبالتالي أنت ما عليك إلا أن عندما تكون غير مدرك لموضوع معين عليك أن تسأل هل يجوز أن مثلا أنام مع زوجتي حتى الأشياء الخاصة بهذه الطريقة هل يجوز أن أذهب إلى الحمام بهذه الطريقة أو تلك هل يجوز أن أضع الحجاب بهذه الطريقة أو تلك هل يجوز أن ألبس كذا أحيانا عندما نطلع على الفتاوى الموجودة في خاصة موقع اسلام واب نجد فتاوى وأسئلة عجيبة غريبة هي كلها تؤكد على الموضوع الذي أتحدث عنهم المسألة الآن هي نقدية بمعنى الكريتك يعني ليس معنى أنه أنا أوبخ أو أنتقد بمعنى سلبي لكن أنا أشخص الآن الحالة حتى بعد ذلك نعرف عين مكان الخلل ونعرف بالضبط كيف نفكر ويوفق أي نظرة نرى فيها العالم ووفق من أي زاوية نرى فيها العالم هناك فرق كبير عندما أنت تنطلق من القيمة أو الفكرة الذهنية الغيبية الأخلاقية التي لديك لتفهم العالم وبين أن تفهم العالم كما هو وتحاول أن تتعلم منه أو تكتشف علاقاته والقوة الفاعلة فيه بدلا من هذا نفعل نحن العكس تماما ومن يفعل هذا العكس كما يقول ابن تيمية يعني نحن في غناء عنه فلدينا من العلوم الشرعية ما يكفينا وكان هذا تعليق على علم الجبر الذي قدمه الخوارزمي في القرن الثالث الهجري وعليه نحن دائما نبحث عن مكان أو عن زاوية نضع فيها أي شيء جديد علينا وندعي بأنه مثلا الآن اكتشافات الغرب العظيمة الاكتشافات الطبية العلم الحديث الطب الحديث الهندس كل الإنجازات التي حققها الغرب عن طريق لأنه يرى العالم بطريقة معرفية وليس أخلاقية يعني انطلاقا هذا جعلنا نشعر بالحرج ونقول بأن هذا مسألة تسخير ونضطر إلى حشر هذه المعرفة الجديدة داخل منظومة القيم المؤتمدة كما رجع للتفكير ولكن لا تم ناس كما تقول العرب النظرة المأيارية هذه ماذا تقابلها؟ تقابلها في مجال الفكر نظرة موضوعية هذه النظرة الموضوعية تبحث عن مكونات الأشياء لكي تكشف الجواهر الكاملة فيها بالتالي هي تركز عملها على الشيء في ذاته أي على الموضوع هذا اللي يخلي دائما النظرة المعيارية نظرة تختزل أو نظرة اختزالية تختصر الشيء في قيمته لا أكثر ولا تبني علاقات مع بقية الأشياء ولا تنظر بنظرة كلية وبأبعاد مختلفة أو برؤية مركبة وهذا واحدة من الأشياء التي يعيبها بعض الغربيين خاصة برنار لويس وأيضا قبل أرنستر رينار قال أن العقل العربي عقل ثنائي الأبعاد وليس فيه عمقا هذا موضوع مختلف ممكن نبحثه لاحقا خلاصة نحن لا نمتلك عقلا لنفهم به العالم إنما نمتلك سلوكا قطيعيا مروضا سلفا نفهم به أنفسنا وكل الأشياء أي أنها باختصار أي أننا لا نمتلك هذا العقل الذي ندعيه أو الذي سمعنا به بل أن كل ما نفعله هو عملية اعتقال وليس لا تعقل أي الاعتقال من كما قلت من المشتقة من كلمة عقل وليس بمعنى الذي يفكر بطريقة بسلمولوجية أو يحوز المعارف المختلفة باعتبارها أسس للتفكير وليس باعتبارها نتاج عرضي لقيم أخلاقية جاهزة نحصل عليها من خلال القطيع أو الجماعة التي نولد وننشأ فيها ونعتقد بما تعتقده هذا اللي يؤدي بنا أننا عملية الاعتقال هذه وليس عملية التعاقل هذه تؤدي بنا إلى أننا لا نستطيع أن ننتج معارف وهذا يؤدي بنا إلى أن استحالة إنتاج معارف أصلا وهذا حصل فعلا يعني ليس شيئا أنا أدعيه إنما هو عبر التاريخ وحتى يومنا هذا يكفي أن نبحث عن أي اكتشاف أي مساهمة لنا في العالم لا نجد لنا مكانا فيه أذكر مقول الشعر أدونيس يقول إحنا الآن لدينا مشكلة بغض النظر بعض اللي يحبون أدونيس لكن بغض النظر قال شيء مهم جدا قال هنا عندما نجلس العربي عندما يجلس على طاولة العالم ويأتي الياباني ويأتي الصيني ويأتي الأمريكي ويأتي الغربي والفرنسي إيطالي الروسي كل واحد منهم يقدم يقول أنا قدمت كذا نحن ماذا قدمها فهذا السؤال فطير يجب أن نفكر به بشكل جيد بالتالي تأسيس العقل على الأخلاق يجعلنا نهتم بالبحث عن مكان هذه الأشياء داخل منظومة القيمة المؤتمدة كمرجع للتفكير النظر المعيارية أيضا تقابلها ماذا تقابلها في مجال الفكر كما قلت النظرة الموضوعية اللي تبحث عن مكونات الأشياء أي أنها تختصر الشيء في قيمته وبالتالي في المعنى الذي يغفيه عليها على هذه القيمة الشخص والمجتمع والثقافة هذا أيضا يؤدي بنا الآن نفهم سر النظرة للمرأة القاصرة للمرأة والرجل للطفل والإنسان عموما في الأديان العربية الشرقية والآن ما هي مشكلة العقل الديني إن صحت التسمية مشكلة هذا العقل بأنه يرى أنه فريد عقله وذهنه وزمانه وأن كل ما عداه لا يربطه شيء به هو عقل لأنه ليس عقلا تفاعليا ولا عقلا مستقلا يعمل ويشتغل فقط على ممكناته وطاقاته الخاصة أي أنه لا عقل باختصار أنه مجرد على وظيفتها لا أن تعقل وتتعقل بل أن تقلد وتتفقه وتتعلم وتلقن 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 وهذا أي واحد يراجع الكتب الفقه يجدها والعقيدة يجد هذا موجودا في مقدمات الأساسية لهذه الكتب العقل العربي بالتالي هو عقل يجب تفريغه من الأجزاء التي تقيم الألاقات بين عالمه الداخلي والخارجي كما يفترض وكما شرحوا لنا الإيمان وإركان قال بأن هذا العقل هو الإنساني أو دماغ البشري يستلم المعلومات من الخارج ويعيد صياغتها بطريقته فنحن نرى العالم بالطريقة التي يختارها لنا الدماغ البشري الخاص بنا وهذا بالتالي يؤدي بنا إلى حصد المعارف وتكوين المعارف التي يعمل على أساسها وليس أساسه ولا أساسه آخر غيره العقل الغربي وقبله العقل اليوناني نحن ماذا نفعل؟ نفرغ هذا العقل من الأجزاء الفاعلة التي تقيم الألاقات بين الأشياء والعالم وبشكل واقعي دقيق محسوس لكن كل هذا نرفضه لكن يجب أن ندخل شيء من خارج العقل ندخل الناس إلى هذا العقل ونحاول أن نجير كل شيء في داخل العقل إلى صالح هذا النص أنه أشبه بفيروس أو كائن يدخل يلتهم كل شيء لكي يوظفه لصالحه هو عقل استحواذي أو نص استحواذي يجب أن كل شيء يجير لصالحه ولا يسمح لأي شيء يخرج على طاعته وعلى أوامره أنه بالتالي هذا النص ماذا يرى؟ يرى أن هذا الدماغ أو هذا العقل الإنساني وبالتالي الجسد الإنساني وليس النفس الإنساني الأمار بالسوء لا حتى العقل هو أمار بالسوء هذا بيت الشر والدماغ هو كل ما فيه خطر إلا إذا جعلنا هذا الدماغ أو العقل أداة لحفظ النص المقدس وبعد ذلك التشكيل هذا العقل والدماغ البشري وفقا لهذا النص تماما ولا غير يصبح أيضا هذا العقل مقرا لجملة من المفاهيم والفعاليات الذهنية التي تحكم بهذه الدرجة أو تلك من القوة رؤية هذا الإنسان المسلم أو المسيحي العربي إلى الأشياء وأيضا تحكم طريقة تعاملة في مجال اكتساب المعرفة ليس من أجل المعرفة بل من أجل فهم النص يعني كل شيء يوظف لصالح هذا النص الذي لا أول قبله ولا آخر لأنه أساس كل شيء ومن خلاله نحصد المعارف الأساسية وبالتالي هو عقل خاص بالنتيجة راح يكون لدينا عقل خاص مصنع خصيصا لحاجة محددة سلفا من قبل أولياء الأمور هذا العقل هو مشتق طبعا لا يأتي من فراغ هو مشتق من عقل بشري طبيعي موجود عام موجود لدى البشر جميعا ولكن ماذا نفعل نحن نفرض على هذا العقل أن يكون عقلا محليا لهذا السبب نفهم جابر عندما يتحدث عن شيء اسمه العقل العربي وكأن هذا العقل خارج يعني خارج الجنس البشري وعقل خاص لا علاقة لا توجد روابط بينه وبين العقول الأخرى وأيضا هو يقول هذا بدقة يقول أنه هذا العقل لا نحتاج أي شيء من خارج هذا العقل كل شيء موجود في التراث في داخل هذا العقل نفسه وعلينا فقط أن نراجعه وننقضه نقدا أبسامولوجيا وفينامولوجيا ويتحدث بهذا يعني يستعمل كل أدوات الغربية لاستعادة هذا العقل وحين يستعيد هذا العقل ماذا يفعل؟ يذهب إلى التراث الفلسفي فقط وهو أصلا هذا التراث هو تراث أرسطي غربي في الأصل ويدعي بأن هذا التراث هو التراث عربي ويجيره وبعد ذلك يقول بأنه هذا الخلطة سأتحدث عنها بالتفصيل لاحقا لا أريد أن أخرج عن الموضوع حين تناول موضوع الجابري والعقل الذي جاءنا به العقل الخاص العربي الخاص القومي الخاص الذي جاءنا به السيد الجابري الذي قد عملا كبيرا بغض النظر عن رأيي فيه لكنني أرى أنه عقل لا أنه عمل لا مستقبلا له ولم يكن أصلا يستهدف تقديم رؤية مستقبلية لواقع العرب والمسلمين عموما الخلطة سأقول بأنه المسلم يعني هو أو الإنسان المؤمن أو البتدين فيه أو الشرق عموما هو يريد أن يبقى محليا ورافضا لأي علاقة مع الآخر بالتالي لا يرفض الآخر فقط هو ويرفض العقل الآخر وكل ما فيه لماذا؟ لأنه مختلف جوهريا عنه يعني مختلف عنه مفهوميا أو في المفاهيم في الفاعليات الذهنية المحددة لرؤية الإنسان العربي نحن نشعر دائما أنه هناك عزلة شعورية بيننا وبين الآخر المختلف والأول سؤال تسأل الآخر عندما لا تعرف شكله من خارج أنه هو عربي أو غير عربي أو مسلم تحاول أن تسأل لكي تعرف هل هو ضمن الأفق الذي تفكر وتعمل من خلاله وهذا أيضا يولد لدينا إشكال أننا لا نفهم الآخر والإشكالية الكبيرة أنه نشعر بهذه الأزلة الشعورية وليس العزلة المعرفية العزلة الإنسانية العزلة العقلية أيضا نحن لا توجد مشتركات بيننا وبين الآخرين بينما العقل اليوناني مثلا حتى يومنا هذا الإنسان الموجود في العالم الغربي ممكن يلتقي مع الآخرين هناك أسس مشتركة لأنهما كلهما ينطلقان من أسس معرفية وليس ينطلقان من أسس أخلاقية دينية متعصبة عادة وترفض الانفتاح وترفض أن تؤيد النظر حتى في أسسها الأخلاقية والقيامية طبعا هذا لا يمنع بأنه هناك أو طبعا أنا حتى بناء على هذا الكلام أقول يعني هذا هناك من يتحدث ليس الآن إنما ولا قبل نصف قرن بل منذ قرون عن إعادة إصلاح هذا العقل العربي الإسلامي والخاص بنا وأيضا نراجع مكوناته من لغة وكلام وفقه وعقيدة وفكر وسياسة وأيضا تاريخ وعلم لكن دائما هذا الإصلاح ميسته أنه يشترط أن لا يسمح بدخول مفاهيم ومكونات من خارجه سواء مكونات غربية أو شرقية أي ولا حتى مكونات زمانية ومكانية لا ولا إنسانية لا يسمح بدخول أي شيء إلا من داخل النص فقط أي شيء من خارج النص المقدس تحديدا هذا لا يجوز إدخاله وإلا يعني تزت تزت أركان الكون طبعا المفارقة أنه ليس الغزالي القديم إمام الغزالي أو حتى الغزالي الحديث الجديد الذي أجازة أفتا أو أجازة قتل فرج فوتا هذا الغزالي ما في تب هذا الفتوى من دعا لم يدعو لهذا الشيء الجابر نفسه حتى أرقون هم أبطال هذه الدعوة وهم يعتبرون مبكرين تنوريين وهم يعتبرون أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتأسيس عقلانية تاريخية أصيلة غير مزروعة من الخارج أي عقل معاصر يعني بطعم الفراولة الكلاسيكية أو الرشدية الكلاسيكية أو الخلدونية أو السينوية أو من ابن سينة هذه كلها إما كل ما علينا أن نعيد قراءتها ونبني عليها إضافات جديدة مطابقة لمتطلبات طلبات العصر والتاريخ أي أن رموز زمننا العربي الحالي المعاصر لنا ولكنهم رحلوا لكنهم باقين معاصرين لنا هؤلاء يعترفون ضمنا بأن عقلنا خاص وطريقنا خاص ولا يمكن أن يجتمع مع بقية البشر وكأنهم يقولون في النهاية لنا أننا لسنا بشرا كباقي البشر كل هذا بحجة ماذا بحجة الخصوصية واحترام الخصوصية وكل ما علينا أن ننقذ هذا العقل المغلق من الداخل يعني نؤيد النظر بي ولكن نبقى داخله داخل النص وهذا العقل هو هذا العقل نفس داخل النص ونطع عندما ندخل هذا العقل علينا أن نبقى داخل داخله ممكن ناخذ المفاهيم والمفاهيم ما فيها مشكلة ناخذ الأبستيمي مثلا على طريقة جابري ومفاهيم أخرى كثيرة استعملوها المفهوم القطيعة مثلا استعمل أرغون واستعمل أيضا الجابري يعني ما يقول لك هذه آلات ناخذها ونشتغل عليها داخل العقل مش مشكلة وكان ما ارتكبوا جريمة والعشرات اتهموهم باستعارة أشياء من الفكر الغربي وأدوات من الفكر الغربي أعتبروا هذا تدخل يعني تخيلوا هو مفهوم وآدات يعني مثل النجار يحتاج المطرقة ويحتاج المنشار ويحتاج المسمار هي آدات يعني ممكن تشكل منها أي شيء حتى هذه رفضوا يعني تخيلوا استعملوا مفاهيم من المساكين ومع هذا واجهوا مشاكل خطيرة جدا والتهمو بالإلحاد والتكفير تخيلوا حجم المأسق الذي نحن فيه وحجم العقل الضئيل الذي تبقى لدينا والذي لا يسمح حتى بأبسط الأشياء والتساءل وما جدوى أن تنقض عقلا يعني موضوعا بين دفتين نص مغلق ولا يسمح بأن يخرج على إيقاعه ولا يسمح بأن يخرج أحد على إيقاعه بأي شكل كان والسؤال الأكبر ماذا قدمه هذا القراءة يعني خلال القرن الذي مضى من أيام محمد عبدالله يومنا هذا هؤلاء ماذا قدموا لنا من رؤية مستقبلية بصراحة لا شيء كلهم يتحدثون عن العودة لدراسة التراث والبحث هناك عن عقل عربي ديني خاص وكأن الفكر والفلسفة مسألة قومية أو دينية أو لون من خاص بين لون من ألوان دم الخاصة يعني دم العربي والمسلم دم مختلف عن بقية الدماء البشر وهذا اللي فعل أيضا الجابري حين اعتبر أن غاية المنا أن نعترف أن الفكر العربي هو قمة الفكر والوعي البشري علي أقول أننا نتحدث عن الفكر علينا أن نميز بين الفكر والبحث والثقافة والدين والتنوير هذا كله يعني ممكن نتحدث العمر كله عن التنوير وأنك العشرات مشغولين بهذه القضية هذا كلام أخوان في الثقافة لكن هذا الكلام لا يصنع تنوير على طريقة أرغون وجابري وحتى حرب علي حرب وحنفي السؤال وأين التفكير وأين الفلسفة والتفلسف أين البحث في الأصول وما خلفها من حقنا مثلا يعني ممكن الأسؤال هذا القديم الأزلي من القرن التاسع عشر لماذا تخلفنا وتقدمنا غرب يعني لكن مو باعتبار نذوات من فصلة عن بقية البشر يعني كدول وكفكر وكوعي هذا مو شرط يعني عندما نسأل لماذا تخلفنا وتقدمنا غرب ماذا نفعل لا نرجع نعود نسأل نعيد مراجعة الأصول 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 ونختبرها ونقول هي المشكلة فيها لا ما نقول هذا نقول شيء آخر مختلفا وهذا ويدعي بعد ذلك أنه عندما يتسال يدعي أنه يقدم تنويرا الفكر علينا نفهم بين الفكر والعلم والفلسفة والمعرفة بشكل عام هي الشأن والعقل أو العقل يعني باعتبارها 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 هو الفعل الذي ينتج عن التفكير أو عن الدماغ البشري فهذا الفكر لابد أن نعترف بينه الفكر والمعرفة بشكل عام هي شأن بشري عام وخصيصة بشري عام وليس مسألة تتعلق بالدين أو القومية أو أي فكر شعبوي أو شعبي أي أنه بالنتيجة هو الشأن ليس غير نحنوي أو من من النحن يعني ليس مسألة نحن كقوم كدين لا الحضارة اليونانية قامت لم تقم على الدين قامت على يعني الشبكة واسعة من أشكال الحضارة الشكل الفني الأدبي الشكل الأخلاقي السياسي وكثير والعلمي والاقتصادي كل شيء يعني عالم مواسع من التفاصيل وهذا بالفعل كما حصل في زمن الحضارة العباسية خاصة بالعهد الأول والثاني قبل أن تنحط ويسيطر الدين على كل شيء ويدمر كل شيء حتى يومنا هذا هذا هو أنتجه فكرا بشريا وعلما ومعرفة عامة شاركت فيها مختلف الشعوب والأعراق لكن ضمن اللغة واحدة هي اللغة العربية كذلك اللغة اللاتينية أدت ما عليها واشتركت فيها الشعوب جميعا وأيضا اليونان كذلك يعني اللغة اليونانية استمرت حتى حتى زمن يعني قرن الخامس أو الرابع الميلادي هي كانت هي اللغة الأساسية في في الشرق والغرب ما أقولها بأنه هذا الشأن شأن العلم والمعرفة والفكر هو شأن ليس شأن خاصا وليس شأن غير متعلق بنحن إنما يتعلق بما نحن كفئة وكقوم وكأمة محلية يعني تعتبر أنها لها كيان خاص و نحلة خاصة هذا لا هذا الشأن شأن عام وليس شأن محلي لأن هذا ولماذا لأن هذا لا يصنع تنوير ولا يبتكر فلسفة كونية عندما يقدم الطبيب عندما باستور قدم شيء لم يخترق اللغة لفئة محددة من البشر وكذلك عندما قدم أرستو وأفلاطون فلسفتهم لم يقدموها لا فئة محددة من البشر كما فعل الغزالي مثلا أو كما فعل كثير من المفكرين العرب والمسلمين دائما تجده يقدم طرحا محليا خاصا ولا يشعر بأنه موجود ضمن العالم وهذا اللي أشرت بالجزء الأول من المحاضرة أو الحديث أنه هو عقل صغير موجود في فئة محددة ولا يجر على الخروج ويعتبر نفسه جزء من البشر أو جزء من العقل بأقصى طاقاته هنا المشكلة الكبيرة أنه يعتبر أنه هناك النص بداخل يعمل هذا العقل أي محاولة للخروج العقل لإطلاق صراحة العقل من داخل النص هو عملية تعتبر عملية يعني زندقة وكفر وإلحاط عليه كل ما نحتاجه هو الفكر والفلسفة وأيضا ليس البحث أنا أعترب أن هناك باحثين ونقاط كثيرون وعلى درجة رفيع جدا ينتقدون ويبحثون في واقعنا لكن ما نحتاجه هو ليس هذا أنا أكون باحثا وكون ناقدا لكن ما نحتاجه هو الفكر والفلسفة والتفلسف ليس البحث والنقد فقط أما أنت تبحث وتنقض وتتحدث ألف عام فصوات وبعدين يعني أنت تقدم دراسة قراءة من يقدم قراءة تراثية دينية قومية عربية هذا أمر لا يعني الدمج بين الفكر والعقل والتراث الفكر الشيء والتراث الشيء والعقل الشيء والإنسان في محصلة كل هذا الشيء مختلف الإنسان لديه تراث لكن لا لكن هذا أمر هناك فرق بين التراث والإنسان الإنسان الموجود لديه تراث لكنه لا يجب أن التراث يستولي على هذا الإنسان ولا يمكن لا يمكن أن يستولي عليه تماما لأنه الإنسان ابن المستقبل لأنه ابن الحاضر وابن المستقبل صاحب وابن الماضي لكنه لا يستطيع أن يبقى في قفص الماضي لابد أن يتحرك لابد أن يتطور لابد أن يتغير نحن ماذا نفعل نعيده إلى الماضي نحن نلد أباءنا ولا نلد أبنائنا كما قلت في أحد المحاضرات من يفكر بطريقة تراثية أو يقدم قراءة تراثية كما فعل الجابري ويدعو صاحب مشروع أرغون هذا التفكير لا علاقة له بالفلسفة ولا بالفكر وخارج العقل أصلا هو يعمل بطريقة عقلية لكنه لا يقدم تفكيرا عقلانيا فلسفيا أي يعمل خارج أسئلة البشر الكبرى أسئلة الإنسانية الكبرى وخارج ما قدمه الإنسان عبر التاريخ من مذاهب وعلوم والفلسفات عظيمة بل أن هذا النحن الذي يتحدث باسمه مفكرون من يسمونه مفكرون التنوير كالجابري هذا النحن العربي نحن الإسلامي التراثي هذا النحن هو الذي يجب أن نخرج عليه أولا بل أن نتعامل معه على أنه هذا على أنه هو العقب الكادا لا أن ندخل فيه وننقده لكي نحسنه أو نحافظ عليه لا أن نهدمه وندمره ونؤيد تفسيته وبناء صرح جديد من آثاره وحطامه المفكر لا يعود لقراءة التراث بل يعود لتفكيكه وتحديد مكان من السرطانات الخطيرة التي فيه أنا أعود لقراءة التراث لكي أفككه ولكي أعيد التركيبة وأعيد فهمها وأفهم لماذا أنا وصلت لهذا الحال أنا والشعوب الأخرى وأيضاً التفكيك الخاصة ليس مناطق انتقائية كما يفعل أغلب المفكرين لا أعود إلى المناطق المقدسة فيه تحديداً المناطق التي يخاف ويخشى جميع الاقتراب منها هذه القراءة هي التراث للتراث يجب أن تكون دون هدف محدد سلفاً بمراجع التراث وتحسينه وأتبار أنه كل شيء موجود فيه كما يقول الجابري لا هذه القراءة فاسدة وقراءة لا تهدف للخروج من هذا التراث إنما تهدف إلى تشذيبه لا أكثر وبالطريقة تدعي الفلسفة وتدعي العقلانية لكنها ما لا تفعل تمارس العقلانية والفلسفة والأدوات المفهومية الفلسفية والعقلانية من داخل التراث ليس بهدف تغييره وتفكيكه وعادة بناءه من جديد لا بل بهدف إصلاحه أنه نوع من أنواع الفكر الإصلاحي الذي جاءنا به محمد عبده لا أكثر وأنتج لنا داعش مثلما أنتج لنا داعش أنت لجلنا مفكرين هم بالحقيقة ليسوا أكثر من دعاة لقراءة تراثية كما يقولون بعظمة إرسالهم وليس أنا الذي أقول الخلاصة علينا الخروج من هاوية الفشر والخوف من مواجهة وحوش المقدسات دون هذا لن نقيم علاقة مع نفسنا كي نبتكر الهوية الجديدة لنا بل دون هذا سنبقى نصرخ مثل يعني مجاهدي داعش ضد الغرب والاستعمار والكفر وما ذلك مجرد شكوى انفعالية حمقاء إحساس بالغربة الاختيارية أمام عالم تعودنا أن نرفضه وتعودنا أن نجعله ينظر إلينا بالشفقة ومن شدة حماقاتنا شكرا جزيلا ومع السلامة